خلينا نقول تدعي لأني عندي ما يثبت أنها تدعي تدعي أنها تم تحويل مراكز الاقتراع المتاحة في حين بالنسبة لنا كهية الانتخابات مشيو لمراكز غير المراكز المسجلين فيها هما اختيارية في 2019 ولا في 2020 ورانا عنا ما يثبت ذلك قطعاً وكن قل لك الشخص توجه إلى غير مركزه ويتمسك بالتصويت في غير مركز اقتراعه النية شنية؟ النية هو إحداث نوع من الانتراب في ذلك المركز والحالات هذه كانت حالات قليلة جداً تثبتنا منها منذ ليلة البارحة وتأكدنا قطعاً أن حالات تعمدت إحداث الشغاب في تلك المراكز ودليل ذلك أنه اليوم مصرتنا حتى حالة في هذا الموضوع يعني ظل المساجه صل واليوم في دوائرنا في الخارج ما جاتني حتى ريكلاماسيون من هذا النوع أنه شخص توجه اليوم إلى مركز ويدعي أنه مسجل فيه ويقول أنه تم تغيير المركز الاقتراعه بالنسبة للتونسين بالخارج كيف كيف نسب نسب الأقبال ما عنديش حالين التفاصيل يعني نعطي في نسب الأقبال لتونسين بالداخل ولكن إن شاء الله ممكن من نقطة الأعلمية القادمة ونعطي أكثر تفاصيل بالنسبة للتصويت تونسين بالخارج ولكن اللي نقول اللي نأكد عليه أنه نسب تذهب نحو الترفيع يعني كنا في اليوم لول في نسب تقريباً يعني محتشمة اليوم الثاني كانت نسب أحسن لكن اليوم حسب المواطئات اللي عنا فما نسب محترمة خاصة في الدوائر ومراكز الاقتراع اللي موجودة في أوروبا وتحديداً في فرنسا وألمانيا ننتظر أيضاً أنه الساعات الأخيرة اليوم خاصة من الستة للعشرة لأنه نهار للاثنين هو يوم عمل بنسبة للجالية تونسية خاصة في القارة الأوروبية ولكن فما إمكانية أنه يلتحكوا بمراكز الاقتراع إلى حدود الساعة العشرة ليلاً وإن شاء الله تكون النسب اليوم أحسن بكثير من النسب أمس ولكن زادة خليني نأكد ونقول أنه راه وهذاك هو ما سق تصويت التونسيين بالخارج منذ 2011 النسب منذ 2011 كانت متوسطة ومحتشمة في أغلب الموعيد الانتخابية لأسباب عديدة أهم أنه مراكز الاقتراع في الخارج بعيدة بالمئات كيلومترات أحياناً من مكان إقامة الجالية سبب الثنين نحن في فصل صيف وجزء من الجالية التونسية موجودة أصلاً في تونس حالياً فالطبيعي أنك تدخل جزء من الجالية إلى تونس لتصويت في تونس فترتفع نسب الأقبال في تونس وتنخفض نسب الأقبال في الخارج ثم كما أكدت على ذلك راه العبرة في كل الأحوال هي بالنسبة العامة يعني بالنسبة التونسيين الذين توجهوا إلى سندق الاقتراع سواء كانوا داخل تونس وخارج أرض تونس ويبدو لي باللقاعة توا ساير في مراكز الاقتراع داخل تونس سيبدو لي أن النسبة العامة إن شاء الله تكون محترمة في العمو السيد سامي بن سلامة تعلمون هو عضو مجلس الهيئة ولكن مجلس الهيئة قرر قراراً في شأنه بإجماعي أعضائي وهذا القرار سينفذ وهذا القرار في إطار القانون وأكتفي بذلك لأنه بالنسبة لنا كهيئة انتخابات لن نسمح بكل عمل من شأن إرباك مسار استفتاء مصيري في لحظات مصيرية وفي ساعات مصيرية وفي يوم مصيري أكتفي بهذا الإجابة ولكن مجلس الهيئة حريص كل الحرص على تطبيق القانون وقد طبقنا القانون فعلاً تفضلش كون عندي سؤال أخي نهلا الحبشي عندي زوز سؤالات سؤال الأول حبيت نسئلكم هل عندكم فكرة بخصوص اللاسقات والمعلقات الموجودة حالياً على مستوى طول محمد الخامس لتدعو لمقاطعة الاستفتاء وحبيت نسئل الثاني بخصوص حقيقة الاعتداءات اللي صارت على زوز من أعوان هيئة الانتخابات في أحد المراكز في الجنوب التونسي شوف هناك حالات وحوادث معزولة تقع هنا وهناك احنا راهوا اليوم عنا قرابة 11600 مكتب اقتراع وقرابة 4800 مركز اقتراع فطبيعة جداً انه تصير بعض الحوادث ولكن تبقى محزولة جداً ومحدودة ومعندها حتى أثر اثنين بالنسبة للمعلقات اللي ذكرتها وغيرها راهوا من نساوش احنا مجلس هيئة راهوا عنا هيئات فرعية مختصة ترابياً للنظر في كل هذه المخالفات يعني عندما تحدث اخلال ما أو تجاوز ما راهوا اول من يتعهد هي الهيئة الفرعية هي التي تقوم بالمعاينات وتحرير المحاضر ثم تحيل تلك المحاضر على مجلس الهيئة وعلى القضاء ان اقتضى الامر احنا كمجلس هيئة راهوا سوف تريدنا كل تلك المحاضر وسوف نقرر فيها قبل الاعلان عن النتيج فما محاضر سوف نعتمدها في علاقة بالنتيج فما محاضر سوف نحيل على القضاء اذا شكلت جرائم جزائية وهذه العمل العادي لمجلس هيئة الانتخابات لكن المجلس الهيئة الموجود حالياً في تونس العاصمة ما هو المتابع الميداني لكل اخلال ولكل تجاوز موجود في كل ولاية الجمهورية هذا عمل الهيئات الفرعية وجهاز الرقابة التابع لعوني مرقبة الحملة ويبدو لي قايمين بهذا الموضوع على احسن وجه سؤال اخير فضل واختم احنا اعطيت الكلمة لتفاق الزميلك ثم انت ثم نعطي الكلمة لك انت سؤالنا قريب شكراً سيد الرئيس اشارت حضرتك لان المخالفات او اي تجاوزات تكون قد ارتكبت سيتم التحقيق فيها لكن الا توجد غرفة عمليات مثلاً للتواصل مع المراقبين هيئات المراقبة ومنظمات المراقبة نقابة الصحفيين التي اصدرت بياناً تحدثت عن منع للصحفيين ايضاً بعض منظمات المراقبة التي تحدثت عن تأخر فتح اللجان وايضاً عن عدد من الاشكالات غيابة عدم وجود مراقبين في اللجان الا يجب ان تحل هذه الاشكالات يومياً عن غرفة عمليات استاذ العزيز عن غرفة عمليات موجودة تشتغل ليلاً نهاراً بدون انقطاع لمتابعة كل هذه الاشياء وكل هذه التفاصيل ولكن رجاء هناك ايضاً مبالغات في بعض المواضيع قلت انه موجودة بعض الحالات المعزولة ونقوم بمتابعتها ونتاخذ القرارة في شأنها ولكن رجاء تثبتوا معنى كوسائل العلام في مصدر المعلومة ثم هناك ايضاً تعلمون جيداً الظرف هناك ايضاً مبالغات لأسباب أخرى تفضل تحياتي وسامة عثمين شمسة ثام فقط نرغب في توضيح تنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطنة قامت بالتصويت خارج الخلوة هل هيئة على علم بهذا وكيفاش بش تتعامل مع الموضوع ذايا في حديث على المخالفات شبكة مراقبون تحدثت زادة كما قال زميتي على ملصقة كبيرة في المدخل الجنوبي للعاصمة هل هيئة على علم بهذا كيف كيف من عجل تتكره بالنسبة لي كرجل قانون قبل أن أكون رئيس هيئة وزملائي لكل من أستاذ القضاة ورجال قانون اللي عنده بينا على خرق فليقدمه راهي مش مسألت أنك تقول في الفيسبوك هوفم خروقات راهو أنحنوا اللحظة أستاذي عزيز نحن نتعامل كهيئة بمنطق قانوني صرف من يده أن هناك خرقاً يجيبه لي ما يثبت ذلك ويتأكد إذا كان يجيب لي ما يثبت ذلك الهيئة لن تتوانى في أنها تتخذ القرار بما في ذلك إحالة هذا الموضوع لن يبا العمومية شكراً وإلى ندو القادمة شكراً شكراً وإلى ندوات أحمقال